امان للتسويق والاستثمار العقارية امان متخصصون في تسويق العقارات فيلات عمرات شكك واراضي زرعية اراضي صناعية وادارية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثمار ميا بس الغصون قطرة من فيض جهوده تملأ الأرض رية ونظرة بعين رضاه تصير الكافر وليا واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير واشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا الحسنة سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الأمين الذي علم المتعلمين والرسول الذي بعث الأمل في قلوب اليائسين والهادي الذي قاد سفينة العالم الحائرة في خضم المحيط ومعترك الأمواج إلى شاطئ الله رب العالمين فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته ونسأل الله العلي العظيم أن يردنا حوضه وأن لا يحرمنا أجره وأن لا يضلنا بعده اللهم آمين صلوات ربي وتسليماتهم عليك سيدي وحبيبي يا رسول الله ورضي الله عن صحابتك وآلك وأزواجك وأتباعك ومن نهج نهجهم وسار على طريقهم إلى يوم الدين ثم أما بعد مشاهدي الكرام مشاهدي قناة HBC في كل مكان أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مكارم الأخلاق اتكلمنا أخوانا قبل كده عن خلق عظيم من أخلاق الإسلام ألا وهو خلق الأمانة اتكلمنا عن أنواع الأمانات قلنا أن من أنواع الأمانات أمانة الأسرار وأمانة البيع والشراء وأمانة المنصب أو المسئولية وأمانة الكلمة والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن نوع مهم جدا من أنواع الأمانات هذا النوع يغفل عنه الكثيرون ولا يعده الكثيرون من ضمن الأمانات النوع اللي هنتكلم عنه يا أخوانا النهاردة من أنواع الأمانات هو أمانة الشباب فالشباب أمانة مهمة جدا وعظيمة جدا وخطيرة جدا وبالنسبة لأمانة الشباب نظرا لأهمية الشباب وخطورة الشباب نجد أن الحبيب صلى الله عليه وسلم اهتم بالشباب كثيرا وذكرهم في أحاديثة كثيرة وأوصى بالشباب في أحاديثة كثيرة وأنا أقول لحضرتكم النهاردة عن وصية مهمة جدا من وصايا الحبيب صلى الله عليه وسلم بالشباب جاء شاب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أوصني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك يعني قبل كبرك وصحتك قبل سقمك يعني قبل مرضك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك صدقت سيدي يا رسول الله والله يا إخواننا وصية عظيمة جدا تعالوا نعيش كده هذه الدقائق مع هذه الوصية رجينا من المولى عز وجل أن يحفظ شبابنا وأن يستخدمهم ولا يستبدلهم اللهم أمين النبي صلى الله عليه وسلم قال للشاب اغتنم شبابك قبل هرمك لماذا؟ لأن الإنسان لن يظل متمتعا بشبابه إلى أرض للعمر يعني الواحد الشاب لو لسه عمره مجاش أو منتهاش مش هيفضل متمتع بالشباب لغاية لما لما يفضل مثلا مئة سنة أبدا لن يظل الإنسان متمتعا بشبابه إلى أرض للعمر إنما هو كالنبات الذي يهيج فتراه مصفرا وإلى ذلك يشير المولى عز وجل في قرآنه فيقول والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ويستطيع الإنسان أن يصل إلى هذه الحقيقة الملموسة وهي أن الإنسان خلق في الأصل من سلالة من طين ثم صار بعد ذلك نطفة في قرار مكين ثم بعد ذلك علق ثم مضغة وإلى ذلك يشير المولى عز وجل في سورة المؤمنون فيقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين هكذا يتطور الإنسان في خلقه خلق في الأصل من طين ثم بعد ذلك نطفة ثم علقة ثم مضغة والإنسان لما تتم مدته في بطن أمه يوحي الله عز وجل إلى الملك الموكل بالأرحام كي يخرجه على ريشة من جناحه لا له سن يقطع ولا يد تبطش ولا قدم يمشي بها ثم ينبت الله عز وجل في صدر أمه عرقين رقيقين هذان العرقان يجريان لبنا خالصا سائغا للشاربين دافئا في الشتاء باردا في الصيف بقدرة من يقول للشيء كن فيكون ثم بعد ذلك يلقى الطفل أو يلقي الله عز وجل محبة الطفل في قلب أبوي فلا يشبعان حتى يشبع ولا يرقدان حتى يرقد وهكذا ينشأ الطفل في أحضار والدي وهو يلقى من حنان الأبوة والأمومة ما عبر عنه الشاعر العربي بقوله إنما أطفالنا أكبادنا تمشي على الأرض لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض وبعد ذلك ينتقل الطفل من مرحلة الطفولة وهذا إذا لم يحن أجله ينتقل من مرحلة الطفولة لكي نراه غلاما ثم بعد ذلك شابا ثم رجلا ثم شيخا كبيرا معمرا إذا لم ينتهي أجله طيب إذا وصل الإنسان إلى هذا الحد من العمر ساعتها لن يستطيع أن يمشي على الأرض إلا هو يتوكع على العصى وفي ذلك يقول أحدهم وكنت أمشي على رجلين معتدلا فصرت أمشي على أخرى من الشجر وبعد ذلك إذا ممتد به العمر وأراد أن يسير على الأرض لن نراه وقتئذ يستطيع أن يمشي حتى وهو يتوكع على العصى إنما إذا أراد أن ينتقل من مكان إلى مكان نراه يحبو يوم أن كان يحبو وهو طفل صغير وفي ذلك يقول المولى عز وجل ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وبعد ذلك إلى أين يذهب الإنسان هل سيخلت؟ يعني بعدما تطور في الخلق وكبر في السن حتى لو أعد مئة سنة مئة وخمسين سنة هل هيخلت؟ لا إنما سيذهب إلى باطن الأرض التي يخلق منها وفي ذلك يقول المولى عز وجل بعد قوله فتبارك الله أحسن الخلقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون لابد أن يموت لذلك أيها الأحبة لابد للشاب أن يفطن لهذه الحقيقة الملموسة وهي أن يرجع إلى الله عز وجل قبل فوات الأوام لابد للشاب أن لا يغطر بهذه الحياة الدنيا فيعود إلى الله تبارك وتعالى فيا أيها الشاب إذا كنت قد فرطت في شبابك فأمامك فرصة توب إلى الله تبارك وتعالى وارجع إلى ربك واعلم أن الله تبارك وتعالى يحب ثلاثا وحبه لثلاث منهم أشد يحب أهل السخاء وحبه للفقير السخي أشد ويحب المتواضعين وحبه للغني المتواضع أشد ويحب التائبين وحبه للشاب التائب أشد فيا أيها الشاب ارجع إلى ربك وتب إلى ربك فإن ربك سبحانه وتعالى يحب توبتك يحب رجوعك إلي جاء شاب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أرأيت من عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيء شاب جاء وكان مفرط في فترة شبابه وهو ما زال في فترة الشباب فقال له يا رسول الله لو واحد عمل كل الذنوب ما فيش زنب في حياته ما عملوش هل لذلك من توبة اسمعوا أيها الشباب لأن دي فرصة هل لذلك من توبة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أأسلمت؟ يعني هل أنت مسلم؟ قال له نعم أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا حبيبي يا محمد رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن طالما أنت مسلم فاترك السيئات وفعل الحسنات فإنك إن تركت السيئات وفعلت الحسنات بدل الله سيئاتك كلها إلى حسنات فالشاب قال له يا رسول الله وغدراتي وفجراتي ذنوب الكبير وذنوب العظيم اللي أن ارتكبتها ربنا سبحانه وتعالى هيبدلها إلى حسنات قال له نعم وغدراتك وفجراتك فمشى الشاب من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكبر ويقول الله أكبر الله أكبر على عفو الله الله أكبر على كرم الله الله أكبر على رحمة الله والله عز وجل يبدل سيئات التائب إلى حسنات قال تبارك وتعالى في صفات عباد الرحمن والذين لا يبعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا وهنا الشاهد إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما فيا أيها الشاب اغدنم شبابك لأن يخلي بالك الشاب الشباب عندما تكبر ستندم على هذه الفترة فاحذر أن يأتي عليك يوم تقول فيه ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب لا الشباب مش هيرجع تاني فاغتنم فرصة شبابك اغتنم شبابك قبل هيرمك قبل أن تكبر في السن واغتنم صحتك قبل سقمك لأن يخلي بالكم إخوانا الإنسان منك الوردة لابد أن يذبل ولابد أن يمر بجميع مراحل الحياة بما فيها من صحة وعافية ومرض أسأل الله تبارك وتعالى أن يمتعكم جميعا بالصحة والعافية ولكن لابد للإنسان أن يحتليه المرض في يوم من الأيام يعني ما فيش حد ما جاتلوش أم في الونزة لابد للإنسان أن يمرض في يوم من الأيام جاء في الحديث لابد للمرء من ثمانية عسر ويسر وحزن وفرح واجتماع وفرقة وصحة ومرض تلك هي سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا لذلك اغتنم فرصة صحتك قبل مرضك واغتنم فرصة غناك قبل فقرك لأن يخلي بالكم يا أخوانا الغنى والفقر كالشباب والصحة لا ضمان لدوامهما فكم من أناس كانوا يملكون الكثير والكثير وأصبحوا الآن لا يملكون شيئا إلا القوت الضروري الذي ربما لا يحصلون عليه إلا بشق الأنفس وكم من أناس كانوا لا يملكون شيئا وأصبحوا الآن يملكون القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ويملكون الملايين بل المليارات من الجنيهات والدولارات والريالات والدراهم والدنانير فإذا كنت غنيا يا من تشاهدني الآن فاغتنم فرصة غناك قدم لنفسك خيرا ينفعك في يوم يقول فيه ربنا تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك من قبل تصبح فردا ولون حالك حالك يعني حالك السواد والعياذ بالله ولست والله تدري أي المسالك سالك إما لجنة عدن أو في المهالك هالك اللهم عذ من المهالك يا رب العالمين يبقى اغتنم فرصة شبابك وفرصة الصحة وفرصة الغنى إذا كنت غنيا واغتنم فرصة الفراغ وفراغك قبل شغلك لإني خلي بالكم أخواننا الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك هكذا قال أحد الحكماء وهذا هو ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية التي وصى بها هذا الشاب لأن الوقت أو العمر قصير واللحظات محسوبة علينا والواجبات أكثر من الأوقات واللحظة التي تمضي خلي بالكم اللحظة التي تمضي لن تعود مرة أخرى ولن يعرف الإنسان قيمتها إلا في يوم الحساب يوم يقف بين يدي رب الأرباب ساعتها سيعرف قيمة الدقائق والثواني والساعات والأيام والشهور والأعوام ساعتها يعرف هذه قيمة الوقت علشان كده أخوانا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه فاغتنم فرصة الفراغ لأنه خلي بالك ما من يوم ينشق فجره أو يطلع فجره إلا وهو ينادي ويقول بلسان حاله يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإني لن أعود إلى يوم القيامة دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني فاعمل لنفسك قبل موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني فاغتنم فرصة الفراغ فالفراغ وخلي بالكم نعمة هو الصحة زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ اغتنم فرصة فراغك الوصية الأخيرة أو البند الأخير أو الفقرة الأخيرة في وصية النبي صلى الله عليه وسلم وحياتك قبل موتك اغتنم فرصة وجودك في هذه الحياة فهذه فرصة عظيمة وأنت على قيد الحياة قادر تعمل أي حاج قادر تروح تستسمح اللي أنت أسأت إليهم وأنت على قيد الحياة قادر تروح لأبوك و أمك وتستسمحهم قبل فوات الأوان قادر تؤدي للناس حقوقهم قادر تستسمح الذين قد ظلمتهم قادر تروح لجارك اللي أنت أسأت إليه وتقول له سمحني لكن لو جاءك الأجل مش تقدر تعمل ده وساعتها تندم وتتمنى أن تتأخر ولو ساعة واحدة حتى تصحح أوضاعك وتعمل الكلام اللي أنا قلت لك عليه ده ساعتها مش لا يمكن تتأخر لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول فيقول ربي لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين الرجل جال الموت هو بخيل بخل بمال الله الذي عنده لم يؤدي زكاة ماله لم يتصدق لم يساعد المحتاجين والفقراء والمساكين فجال الموت فحايز يتأخر حايز بس ساعة واحدة علشان يتصدق بالمال لأنه ماله مش هينفعه مش هياخده معاه في القبر هو سيذهب لوحده لا يأخذ إلا عمله ماله هيتركه للورسة وهيتحاسب عليه لوحده فعايز يتأخر عشان يصحح أوضاعه ما فيش تأخير خلاص ربنا بيقول وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاء أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ كانت قدامك الأيام والساعة والدقائق والسواني والأعوام وانت ضيعت ده كله وسوفت وقلت بكرة أتوب بكرة أرجع بكرة أعمل لسه قدام العمر العمر انتهى خلاص فجأة فيا من بدنياه انشغل يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل الموت بيأتي فجأة وكم من أناس ماتوا فجأة احنا كده نبقاعدين في أمان الله ويتصلوا بنا بالتليفون فلاني الفلاني مات الله ده كان كويس ده كان سليم ده كان معين بارح ده لسه متغد معايا من إنت يومين ده خلي بالك خلي بالك وأنت على قيد الحياة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كونوا من الدنيا على وجل كونوا من الله على وجل يعني على خوف ولا تغرنكم الدنيا فالدنيا قد فتنتكم بأمانيها حتى جعلت كالعروس فالعيون إليها ناظرة والقلوب لها عاشقة فكم من عاشق لها قتلته ومطمئن لها خذلته فانظروا إليها بعين الحقيقة انظروا إليها بعين الحقيقة فإنها دار كثير بوائقها جديدها يبلى وكثيرها يثنى فاستفيقوا رحمكم الله من رقدتكم واستيقظوا من غفلتكم قبل أن يقال فلان عليل مريض فهل على الدوائي من دليل أم هل إلى الطبيب من سبيل ثم يقال فلان أوصى ولماله أحصى ثم يقال فلان ثقل لسانه فما يكلم إخوانه وعرقه عند جبينه وتتابع أنينه وتلجلج لسانه يقال له هذا أخوك فلان فلا يعرفه وهذا ابنك فلان فلا يدركه فإذا ما حل به القضاء وانتقلت روحه إلى رب الأرض والسماء غسلوه وكفنوه وحملوه على الأعناق ليذهبوا به إلى المقابر كي يدفلوه فإذا ما وضعوه في القبر وأغلقوا عليه القبر وتركوه هناك وحيدا فريدا لا أنيس ولا جنيس يقول له مولانا تبارك وتعالى عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب وضعوك ولو ظلوا معك ما نفعوك ولم يبق لك إلا عملك مع رحمة الحي الذي لا يموت فاغتنموا فرصة الحياة قبل الممات فإخوانا قبل أن أنهي هذه الحلقة وبمناسبة الشباب والموت أود أن أتوجه بخالص التعازي والمواساة لأسرة الرياضة المصرية والعربية أود بالأصالة عن نفسي وبالأصالة عن أسرة قناة HBC أن أتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الرياضة المصرية والعربية ولأسرة الفقيد أحمد رفعت الشاب الخلوق لاعب مدر النسبورت والمنتخب الوطني خالص التعازي لوفاة فقيدنا الذي وافته المنية وانتقل إلى جوار ربه وهو شاب أسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وتعالوا بنا أيها الحبة نتضرع إلى الله عز وجل لفقيدنا أن يرحمه وأن يغفر له اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك يا ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد أبدا أبدا اللهم يا رحمن يا رحيم يا قيوم السماوات والأراضي صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه الغر الميامين اللهم اغفر لفقيدنا اللهم ارحم فقيدنا أحمد رفعة يا رب العالمين اللهم عافيه وعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد اللهم ارحم أمواتنا أجمعين اللهم ارحم أباءنا وأمهاتنا اللهم ارحم إخوتنا وكل من سبقنا يا رب العالمين يا رب عافهم وعف عنهم اللهم اكرم نزلهم اللهم وسع مدخلهم اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور اللهم أنزل على قبورهم بردا وسلاما وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود يا رحيم يا ودود ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه ارحمنا عند السكرات ارحمنا إذا ما غسلونا ارحمنا إذا ما كفنونا ارحمنا إذا ما وضعونا في قبورنا لا أنيس ولا جليس إلا أنت يا ربنا آمين آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اشتركوا في القناة